تقريبا حسمت نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح جو بايدن وإليكم ستة من أبرز سماتها تراجع أصوات البيض غير المتعلمين ودعمهم للديمقراطيين كان يعتقد أن البيض غير المتعلمين من الطبقة العاملة من أهم الشرائح التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في عام 2016 صوت 63% منهم لدونالد ترامب مقابل 32% لهيلاري كلينتون ورغم أن 63% منهم أيضا صوتوا لدونالد ترامب في عام 2020 لكن حجمهم الكلي تراجع من 44% من إجمال الناخبين في عام 2016 إلى 41.7% من إجمال الناخبين في 2020 كما زاد تأييدهم للديمقراطيين من 32% لهيلاري كلينتون إلى 36% لجو بايدن ليست الأقليات كتلة واحدة يعتقد أن التنوع في الأعراق في المجتمع الأمريكي يصب لصالح الحزب الديمقراطي صدق ذلك مثلا بأن إجمال الناخبين اللاتينيين في انتخابات 2020 صوتوا لصالح جو بايدن بفارق يزيد بـ 30% عن الأصوات التي منحوها لدونالد ترامب لكن هذا لم ينطبق على كل اللاتينيين فاللاتينيون الكوبيون المعادون للاشتراكية أي المعادون اليسار والحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا صوتوا بنسبة 55% لدونالد ترامب مقابل 42% لبايدن ترامب خسر الفقراء وكسب الأغنياء في عام 2016 صوت 45% ممن تزيد دخولهم السنوية عن 100 ألف دولار لصالح دونالد ترامب هذا العدد زاد عن 50% في انتخابات 2020 أي أن تأييده زاد بين الأغنياء في حين زاد تأييد الفقراء للديمقراطيين وبعد أن صوت 50% ممن تقل دخولهم السنوية عن 50 ألف دولار للديمقراطيين في 2016 صوت منهم 55% للديمقراطيين في 2020 ترامب خسر الكبار وكسب الشباب انخفض دعم ترامب بين كبار السن من 53% إلى 51% ورغم أن الديمقراطيين لم يكسبوا غالبية الكبار إلا أن نسبة تصويتهم لهم زادت من 44% في 2016 إلى 48% في 2020 وفي حين كانت غالبية الشباب تؤيد إلى حد كبير الحزب الديمقراطي أظهرت البيانات الأولية أن الشباب انقسموا بين الحزبين ولم تمل غالبيتهم لصالح حزب دون آخر في انتخابات 2020 بايدن كسب الرجال والنساء في انتخابات 2016 دعم 42% من الرجال هيلاري كلينتون في حين كسب بايدن 47% من أصوات الرجال كما تقدمت أصواته بين النساء على أصوات كلينتون بفارق 2% تعمق الاستقطاب في أمريكا ما يزال هذا التوجه مستمرا منذ عام 1992 في ذلك الحين لم يكن أي حزب يملك أغلبية تزيد عن 60% من الأصوات في ثلثي المقاطعات أو أن 65% من المقاطعات كانت الأصوات فيها شبه مناصفة أما في عام 2020 لا تتجاوز نسبة المقاطعات التي يتقاسم فيها الحزبان الأصوات شبه مناصفة 40% من إجمال المقاطعات شكرا للمتابعة